هل نتوقع أن تبدأ عملية حوار حقيقية فيما يتعلق برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب لأن هذا مرتبط الواقع الاقتصادي حينما رفعت الصاكشنس العقوبات من السودان من قبل الولايات المتحدة في فترة ماضية لم يستفد القطاع المصرف السوداني من رفع العقوبات نسبة لوجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب هل نتوقع الولايات المتحدة الأمريكية أشارت في ذلك إلى أنها عالى استعداد إذا لمست تغييرات جدية في تحول الحكم في السودان إلى حكومة مدنية منتخبة أو هكذا قالت إنها مستعدة هل نتوقع ذلك؟ نعم بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية طلبت وفد عشان يتفاوض لخصوص هذا الموضوع ويمكن الوفد يتشكل وحيسافر في هذا الإسبوع أو الإسبوع المقبل للولايات المتحدة لمناغشة أمر رفع اسم السودان من غايمة الدول الراعية للإرهاب توقع أن يحصل انفراج قريب في هذا الموضوع هذا مرتبط بعمل التحويلات البنكية المختلفة التوين من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي نعم